اتجاه هو وعدي وقصي وعبد السكرتير باتجاه الحدود السورية كان هدفه بأنه يأمن على الولد بره لأنه حقيقة بداية الأمر كان غير شكل ما متوقع بداية دخول الأمريكان ما متوقع لا للشعب العراقي ولا للقيادة ولا بسرعة وانهيار سريع جدا فكان ما متوقع فالمهم هو قططه فأراد أن نفسه يطلع الولد عدي وقصي وعبد جانيان يطلعهم للسورية يطلعهم ووصلهم للحدود السورية إلا الحدود السورية لكن هو مبني تيطلع إلى سوريا لا هو ما يطلع هو أراد بأنه ينفصلون ناس عن ناس مؤقت على القليل يكون فصل بينه بين ولده مؤقت حتى ما يستهدفوهم وهم مجموعين فأراد طلعهم مؤقت إلى أن يشوف الأمر شلون يعني بوقتها إذا دارك السلطات السورية رجعتهم أنا ذاك السلطات السورية ما سمحت لهم بدخول حدود الأراضي السورية هم دخلوا ووصلوا إلى حمى محافظة حمى أها ومن وصلوا محافظة حمى جتهم المخابرات السورية هم كانوا بيت وكانوا مسلحين يعني أفوا من دخلهم ليس بعلم وموافقة السلطات السورية لا هم دخلوا عن طريق مهربين وناس موالين ودخلوا ووصلوا إلى حمى ولكن المخابرات السورية جدا قوية يعني حتى اللي يدخل أي شيء من الحد يعرفون هذا الشخص منه وبهي شيء ظرف كانت الحدود يهمهم من الدخل ومن أخرج يعني هاي هم مهتمين في هذا الموضوع ومخابراتهم قوية ومصادرهم قوية ثم يدخلوا إلى مدينة حمى بقوا يوم فإجاهم مسؤول من المخابرات السورية قال لهم عبد وقصي مرغوب بهم أن يبقون بسوريا ولكن عدي ما مرغوب بي فقصي قال ما دام عدي ما مرغوب بي يعني بالنسبة لي ما عوف أخوية وعبد قال له الولد قال له يلا ويا أنا يعني إذا مرغوب بي إذا ما مرغوب نطلع سوا فحقيقة المخابرات السورية رادت يعني بأنه هي تشيلهم يعني بديهم يوصلوهم للحدود العراقية يعني يأخذوهم أنا شبه اعتقال ويوصلوهم ولكن عدي كان عدم اسلاح وسحب اسلاح وقال لهم احنا راح نطلع بسيارتنا وقال له لحنا نمشي وراء هم كانوا خايفين من عدي حيل الدوريات اللي رفقته ورجع للحدود السورية ورجعوا إلى قرية تصديد من عمام الشيخ حواس حواس أو عياد تصديد الله يرحمه شبه اشتركوا في القناة